بالنسبة للصفات الإلهية سواء كان الاستواء أو الكلام أو النزول أو الصفات الأخرى التي ذكرت مثلا يد الله فوق أيديهم وإلى آخره يوم يكشف عن ساق ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نؤمن بأن الله قالها على الوجه الذي أراده هو هذا أنقى وأفضل معتقد لنا في الإيمان أن نؤمن بها أن الله تعالى أنزلها أن نؤمن بها أن الله تعالى أنزلها بما يريده هو ما سوى ذلك ليس كمثله شيء يجب أن نثبت بأن جميع صفات الله تعالى هو فيها ليس كمثله شيء هذه نقطة النقطة الثانية يجب أن لا نعتقد بأن الله تعالى يشغل حيزا من فراغ أو أنه موجود داخل فراغ سبحانه وتعالى هو يعني أعظم من أن يحل في مكان لأن إذا حل في مكان يكون هذا المكان أكبر منه حاشا الله سبحانه وتعالى السلف عندهم في مسألة الأسماء وصفات على ثلاثة أقوال سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه ثم جرى بعد ذلك الخلف أيضا كل منهم أخذ مذهب من هذه المذاهب فهنالك يوجد التفويض المطلق يعني نقول الله أعلم بما يريد منها نؤمن بها كما أنزلها بما أراده الله سبحانه وتعالى وهذا مذهب عند السلف وروي إثبات الصفة مع تفويض المعنى يقول نثبت هذه الصفة والمعنى يليق بذات الله سبحانه وتعالى وروي أيضا التأويل بمعنى صرف اللفظ الحقيقي إلى المجاز منها مثلا والسماء بنيناها بأيد قال ابن عباس بمعنى بقوة ويبقى وجه ربك قال إمام البخاري سلطانه وملكه هذه هو أمثالها يعني هذا يسمى التأويل ثم بعد ذلك الخلف كل أخذ منهم برأي الذي يعني هو يكون أوفق فيما بيننا أو بين الله سبحانه وتعالى أن نقول نؤمن بما أنزل الله ونسكت عن مراد الله لأن هذه من المتشابهات هذه من المتشابهات التي نؤمن بها دون أن دون نبحث عن كيف ودون نبحث عن يعني سؤل الإمام مالك رحمه الله عن معنى الرحمن على العرش استواء فقال الاستواء معلوم بمعنى نعلم أن الله قال الرحمن على العرش استواء والكيف غير معقول لا يمكن أن نكيف أصلا والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة هذا ما قال إمام مالك رحمه الله للسائل